مع رفض عضو كتلة الجمهورية القوية نائب جورج عقايس الافصاح عن وجهة التصويت في انتخابات اللجان النيابية باعتبار أن الاقتراع سري مع العلم أنه كان ليتفاخر بموقفه لو أنه وزملائه لم يصوت لصالح مرشح حركة أمل رغم أن تحالف 8 أزار والطيار الوطني الحر كان ليحصد منصب رئاسة لجنة الإدارة والعدل بسهولة لكن المساير المبطن للقوات مع أمل يفتح باب المحصصة وهذا ما نتوقعه ولكن تسويق القوات أن النواب الثوار هم من صوتوا لعلي حسن خليل هو المستغرب وفي تصريح خاص لـ 17 نفأ النائب ماركدو أن يكون التغييريون قد صوتوا للمنظومة في انتخابات اللجان معللا كلامه بأن الأرقام العالية في عملية التصويت تضحى ضئمات تناقله القوات ونوابها القوات التي تسوق حسب السوق تطالب باستكمال تحقيقات المرفأ وتقترع لصالح علي حسن خليل وغازي زعيتر في انتخاب عضوية اللجنة نفسها كما سوقت لنفسها منذ 17 تشرين أنها ليست جزء من المنظومة وتبنت شعارات الثورة ناسفة انتفاق مع راب لتنجح بالانتخابات النيابية وحين وصل نوابها إلى المجلس كشفت عن وجهها الجديد المتحد للثوار التغييريين والمساند للمنظومة وعهدها العوني وما دخولها مزاد اللجان إلا لتحصن موقعها وتثبته في مربع التسويات الذي لم تتركه يوماً الظاهر أن موضة أوعى خيك توسعت لأوعى خصمك المهم التحاصص الطائفي يمشي وبونجور على المبادئ